قلت لي أن العراق قد وافق على قبول القرار 660 بالانسحاب من الكويت بعد صدوره وأن أحد الفرق قد وجهت إليها الأوامر بالانسحاب ما يثبت ذلك؟ هذا الكلام أبلغ رسميا للأمم المتحدة وأكده لي زملاء كانوا في السجن من الوزراء كانوا في السجن وأكده الفريق المرحوم أياد افتيح الراوي كان شنو موقع الفريق؟ كان قائد أبرز القادة العسكريين للقوات العراقية في الكويت وقال لهم أن الرئيس صدام حسيني اتصل به وقال له انسحب في اليوم التالي في اليوم التالي وقال بالفعل نحن بدأنا الانسحاب في الساعة الخامسة مساء اليوم الثاني يوم الثلاثة أب وأبلغ هذا إلى الأمم المتحدة رسميا أعلنه سفير العراق المندوب العراقي الدائم في الأمم المتحدة الدكتور الأنباري في مجلس الأمن أبلغهم أن وحدة من الوحدات العراقية بدأت بالفعل الانسحاب ماذا كانت فعل مجلس الأمن؟ لا شيء كيف لا شيء؟ مجلس الأمن رد فعل مجلس الأمن كان بالاتجاه المعاكس في يوم ثلاثة أب وزع الولايات المتحدة على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار لإدانة العراق وفرض الحصار عليه بسبب رفضه الانصياع أو الموافقة تنفيذ القرار 660 والقرار والعراق أبلغهم أننا قررنا الانسحاب وأعلمهم أن إحدى الوحدات العراقية بدأت بالفعل الانسحاب وانسحبت نعم في يوم ثلاثة البلاد المتحدة وزعت مشروع قرار لإدانة العراق لكما قالت لعدم استجابته القرار 660 وافق عليه مجلس الأمن وهذا هو القرار 661 القرار الخطير لفرض الحصار على العراق الذي صدر في يوم السادس من آب